أهلا بكم إلى برنامج منتدى الصحافة نتوقف في حلقة اليوم عند الجدل الكبير في الجزائر الذي أثاره تقرير للتلفزة الجزائرية رسمية يحمل عنوان حتى لا ننسى التقرير يتناول العشرية السوداء ويعيد تذكير الجزائريين بالكارثة أو بالمأساة الوطنية كما يفضل الجزائريون تسمية السنوات العشر التي لم يرحم فيها أحد أحدا في هذا البلد التقرير يبدأ بصور صادمة لضحايا العنف من أطفال ونساء ورجال ولمدة سبع دقائق تقريبا تتوقف الكاميرا قريبا من وجوه الضحايا المدرجة بالدماء قبل أن يطل رجل اسمه عبدالعزيز بوتفليقة يضرب بيده على المنصة ويقول سنتصالح ولن أقبل أن يهان جزائريون بعد اليوم التقرير يستمر بعد ذلك طويلا في تناول إنجازات الرئيس بوتفليقة مهندس الوئام المدني والمصالحة الوطنية بعد بث هذا التقرير اختلف الجزائريون في تفسير المغزى في تفسير الرسائل لكن غالبيتهم لم تتقبل أن يقدم التلفزيون الجزائري على نبش هذه الصور وعرضها بهذا الشكل واليوم تحديدا في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر وضعا شبيها يقول البعض إلى حد كبير بأكتوبر 88 فما الذي دفع التلفزي الجزائرية إلى نشر هذه الصور وما مدى أخلاقية عمل من هذا النوع وإن كان الهدف هو التذكير فما هو الأمر الخطير الذي يجري اليوم في الجزائر ويستوجب تذكير الجزائريين بألمهم وإن كان القصد التخويف فمن يريد أن يخيف من ولماذا وهل يمكن أن يكون الأمر كله هو فقط قلة خيال أو قلة المعية ربما لدى من يقفون وراء التقرير فلم يجدوا إلا هذه الطريقة لكي يمدحوا الرئيس بوتفليقة ويذكروا بدوره المركزي في إنقاذ الجزائر ووقف الصراع الدمي سنتحدث عن هذا كله في منتدى الصحافة مع مجموعة من ضيوفنا أرحب بداية بالصحافية سعاد جلطي أهلا بك سيدة سعاد أرحب أيضا بهشام عبود الإعلامي ومدير نشر يومية جديدة أستاذ هشام عبود أخطأت القناة التلفزيونية عبر نشرية هذه الصور بعد كل هذه المدة الأخطأ لدى القناة الجزائرية ليست حديثة العهد يعني منذ مدة والقناة الجزائرية لأن الناس في هذه القناة لا يشتغلون باحترافية هم موظفين أكثر منهم صحفيين هذا من جهة من جهة أخرى ناس تعودوا على العمل بأوامر فوقية ذف إلى ذلك أنت كنت ترحتي موضوع هل قانونا يجوز بث هذه الصور نعم قانون الوئام يمنع بث هذه الصور لأنه قانون الوئام يمنع كل شخص أن يعود إلى الماضي وأن ينبش في الماضي قانون الوئام في حدي ذاته وإضافة إلى ذلك أنه أصور التي عرضت على المشاهد الجزائري الكثير تقزز منها فأعطى لها تفسير بأنه إنذار من النظام إن أردتم تغيير الأمور في الجزائر ها هو مصيركم ومن أراد أن يظهر أن عبد العزيز بودفريقة هو صاحب إنجاز الأمن والأمان يعني نتكلم بكل موضوعية إلى يومنا هذا ما زالت اشتباكات يومية بين قواء الجيش وجماعات إرهابية كل يوم الصحافة الوطنية تتكلم عن حياة إرهابية لكن سنوات القتال اليومي والضحايا والسقوة الضحايا يومية هذا انتهى وانتهى منذ زمن بعيد هذا انتهى هذا ليس موضوعنا لا لأنه هناك تغليط من المؤسسات العمومية الجزائرية ليس بودفريقة صاحب الوئام صاحب الوئام لامين زروال الذي أتى بقانون الرحمة وطلب من الإرهابيين وضع السلاح ومهندس قانون الوئام هو الجنرال إسماعيل العماري رحمه الله وليس عبدالعز بودفريقة عبدالعز بودفريقة آثى في التسعة وتسعين ليعطي الشرعية لهذا القانون لكن استفتاء المصالحة الوطنية جرى في أحد عبدالعزيز بودفريقة جرى حتى يغطي على استفتاء الرئاسي الانتخابات الرئاسية التي انسحب منها كل المترشحين وعبدالعز بودفريقة أرادها تسجيل تسعين في المائة وبالتالي أعملها لقانون الوئام الوطني خلينا نشرك سيد سميروني أن أشير هنا فقط إلى جزء المتعلق بعمل الصحفيين الجزائريين ابان العشرية السوداء هناك تقريبا 26 صحفية فقدوا حياتهم في قتلوا أثناء العشرية السوداء لم أكن مخطئة فيها أكثر من ذلك والعديد من الصحف كذلك تم اغتيالها من طرف النظام الجزائري في عهد لمين زروال ومحمد بتشين والعديد من الصحفين الجزائريين كانوا يقمعون من طرف النظام ومن طرف الجماعات الإسلامية المسلحة يعني أن الصحفي كينة بين سندان النظام وجماعة الإسلامية المسلحة يعني صار صحفي في الليل مطار من طرف الإرهابيين وفي الصباح مطار من طرف النظام لأنه عندهم شخصيا متن الناس الذين تم اغتيالي إلى مخافر الشرطة في الصبح لما أتوجه إلى مقر عملي في قسنطينا أكثر من مرة حدثني ذلك كان لديهم أسباب محقة؟ لا كان النظام قمعي لأن هذا النظام تعقمع كانت الصحف الجزائرية في ذلك الوقت تخرج يوميا بأجزاء بيضاء على الصفحة لأن الشرطة تدخل إلى المطابع وتقوم بعملية صنصرة المواضيع هذا كان يحدث على كل حال قبل أبو تفليق لأنه نفس النظام هو نظام زروال وقبل زروال سيدة لا ينتظر أستاذ هشام عبود أستاذ هشام عبود لا تتخلني لا تتخلني كنت سيتيني سيتك ممكن أزعج أنا بتدخلاتي على أي حال لا تزعجني أستاذ هشام برأيك اليوم هي رسالة من السلطة للشعب بأن أنظروا ما الذي ينتظر الجزائريين في حال قرروا ربما التحرك في الشارع أو الخروج أم أنها رسائل داخلية داخل الأجنح المختلفة في نظام الحكم في الجزائر أعتقد نحن هنا في منتدى الصحافة وكصحفيين علينا أن نقرأ هذا التقرير قراءة إعلامية وليس قراءة سياسية لست هنا لإعطاء خطاب سياسي إما مع أو ضد النظام القراءة السياسية هي جزء من قراءة المحتوى الإعلامي لهذا التقرير كصحفيين ننظر إليه من الزاوية الإعلامية قبل أن ننظر إليه لأنه إذا نظرنا من الزاوية السياسية سيكون وتريدني أن أصدق هذا الكلام أستاذ هشام عبود لا أفرض عليك إيش تريدني أنا كصحفيين أنظر إليه من الزاوية الإعلامية مشكلة الجزائر وخاصة السلطات الجزائرية لها مشكلة مع الإعلام المسؤولين الجزائريين لهم مشكلة مع الإعلام تجدينهم مثلا يرفضون الحوارات الصحفية مع القنوات التلفزيونية أو الصحف المستقلة تجدين على أي مستوى كان أي مسؤول جزائري يرفض التعامل مع الإعلام وإن استطاع يشتري هذه الوسيلة الإعلامية ليضعها في خدمته والسلطة السياسية تضع دائماً الإعلام الحكومي في خدمتها وليس في خدمة القطاع العام في خدمة الشعب هذا واضح نجد مثلاً خلينا نكمل الفكرة نجد مثلاً التلفزيون الجزائرية من خلال تقرير زي هذا تسعى إلى التملق للرئيس وإعطى صورة إلهية إلى الرئيس بوتفريقة إنجازه ليس في حكاية هذه العشرية السوداء لأنه كان بعيد عنها سنوات تسعينيات أكبر إنجاز قام ببوتفريقة وهذا يجهله الكثير هو أنه قبل أن يكون على رأس دولة يعني كانت منهكة دولة كانت على كل الأسعدة في أزمة من الصعب جداً أن ينظر إليها بوتفريقة إنجازه هو أنه قبل هذا وإنجازه أنه تصارع مع علبة سوداء مكونة من قدم ضباط صف الجيش الاستعماري وتمكن من التغلب عليهم وإبعادهم من دوليب السلطة هذا إنجاز بوتفريقة إذن لا قراءة سياسية في محتوى هذا التقرير برأيك أنا أفضلاً أقرأ من الجانب الإعلامي كإعلامي لأنه إذا قرأت قراءة سياسية سيكون منحاز إما مع أو ضد نعم لكن قبلك كليل قلت بأن هذا التقرير هو لتخويف الناس هذه كانت قراءة كانت تفسير لتخويف الناس لأنه خطاب الوزير الأول ويحيا كان أوحى بذلك أكثر من مرة منذ توليه الوزارة الأولى ومعروف على السيد أحمد ويحيا أنه ينتهج هذه السياسة سياسة جوع كلبك يتبعك لباب الدار هذه الكلمة قالها هو يعني يعتبر الجزائري ككلب لابد من تجويعه ليتبعك لباب الدار أحمد ويحيا سياسته منع جزائري من تناول اليوورد سياسة ويحيا هو أنه يحتقل الجزائري لما يسأله برلماني يقول له أين ذهبت الألف مليار دولار يقول له في البريمة يعني كلمة عيب أن يتلفظ بها وزير أول أمام برلمانيين هذه السياسة لهذا أقول أن هذا التقرير حتى وإن لست مقتنع بأن وراءه السلطة وراءه رجال سياسيين ممكن أن يكون إنجاز لأحد المتملقين وكم هم كثيرون هؤلاء المتملقون وأكيد ممكن أن هذا المتملق سيعاقب ولكن القراءة الإعلامية التي لا بد أن نظر إلها هو أنها قراءة تعطي فكرة على المستوى المنحط المسؤولين الإعلاميين في الجزائر من جهة وعلى منهم مسيطرون على الإعلام الثقيل خاصة التلفزة القناة التلفزيونية الجزائرية ونتيجة هو أن كان له عكس ما كان يراد منه لكن نقطة مهمة لازم أن نقولها أنه خطبات الرئيس مثلاً في كل مرة كانوا يعملون تلفزيون الجزائرية خاصة التلفزيون الجزائرية كانوا يديرون خطبات خطبات يعني تلمو كانت مؤثرة كانوا الناس تبكي يعني كان الناس لماذا لماذا ما داروشها مثلاً يعني كان ما هي خطب الرئيسة لا 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 يعني زمان عادي تدور في يوتيوب خطب الرئيسة لا لا لكن أراني نتكلم تحديداً على خطبات 2006 يعني كجزائرية ككامل جزائرية كانوا الناس كلهم يعني دوا الثقة مع الرئيس حصوا مع خطاب الرئيس لا لا دوا المصالحة مع الرئيس يعني معظم الجزائريين اللي هما كان سمحيلي نسألك نسألك لا لا نسألك منظمة المصالحة صح كان مصالحة وطنية في الجزائر مئة في المئة ما هيش مئة في المئة أمهات مفقودين أمهات مفقودين اللي كل يوم كل أسبوع يوقفوا يبحثوا عن أبناهم لكن أكيد الضحايا الجنيرالات ضحايا اللي تعذبوا في المخافر تالشرطة وفي الثكنات تالعسكر هل أخذوا حقوقهم؟ لكن خليني نكمل كما الناس من المصالحة الوطنية؟ المصالحة الوطنية سمحت للجنيرالات باش يسمحوا له من الناس ولو حيتباح مكاينة مادة في القانون تقول أنه أي واحد يثير متابعة أي جنيرال سمعت لي أنه ارتكبوا جرائم هالجنيرالات ما تنساش سمعت لي ارتكبوا جرائم يتابع قانونيا يتابع قضائيا فقط للنقطة فقط الأخت منظمة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب كانت أدالت واستنكرت هذا الفيديو قالت يعني هي لسان حال هؤلاء الضحايا كانت استنكرت هذا لأنها لا نريد أن نعود إلى صور بشعة إلى كما قلت أحلام سرقت منا ولا نريد أن أحلام أولادنا مشكلة تاع جزائر اليوم مش تاع جزائر اليوم ما هو مشكلة تاع صور الإرهاب ما صور الإرهاب مشكلة جزائر اليوم هو غدا كيف سيكونه غدا في ظل هذه الإزمة الاقتصادية هذا الروبورتال جاتا يغطى وشوف اليوم واسأل الإعلام كلها مهتمة بروبورتال سبعة ثقائق وقامت عليه الدنيا أكثر بكثير من سبعة ثقائق أنا ما شفتوش أنا غير شفت صور الأولى قلبت أنا ما شوفش لأنه في خطابات مطولة للرئيس متفليقة وحضرتك أنا مفضل نشوف تزائر نيوز ونشوف شوروك تيفي ونشوف القنوات هذه الجديدة حتى وإن كانت زير نيوز تابعة علي حداد وشوروك تابعة لجمعتها ولكن نفضلها لأنه كان احترافيا خلي نكمل كان احترافيا لدى أنا شوفي سامير عقون شوفي كفاش شاب هذا يا عنده إمكانيات أنا متأكد أنه هذا الشاب لو كان في قناة أخرى في الخارج يكون أبرع من هذا وهذا يدل على أنه هناك طاقات زميرة في الإعلام الجزائي سامير عقون مدير أخبار قناة زير نيوز شكرا لك أشكركي الصحفية سعاد جلتي وأشكر الإعلامي ومدير نشر يومية جليدة هشام عبد شكرا لكم مشاهدينا إلى اللقاء شكرا لكم